بسم الله الرحمن الرحيم السادة أعلام المنصة الحضور الكريم أحييكم بتحية الإسلام بل بتحية الأديان الإلهية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأنا عائدٌ إليكم وبعد جلسةٍ مطولة مع أخي العزيز حضرة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان استعرضنا فيها كثيراً مما يقلق ضمير الإنسانية ويحمل لها الألم والشقاء واستشرفنا معاً آفاق المستقبل من أجل العمل المشترك لرفع المعاناة عن الفقراء والبؤساء والمستضعفين في العالم والحقيقة أنني مستبشرٌ كل الاستبشار بهذا الرجل الرمز هذا الرجل النادر في أيامنا هذه هذا الرجل الذي يحمل بين جنبيه قلباً مفعماً بالمحبة والخير والرغبة الصادقة في أن ينعم الناس كل الناس بالسلام والتعايش المشترك وتكامل الحضارات وتبادل الثقافات هذا وإني أهدف من كلمتي في هذا اللقاء أمام حضراتكم إلى غاية محددة هي الاقتناع بضرورة الحوار بين الشرق والغرب وحتمية استمراره بين حكماء الفريقين وعقلائهما لانتشال حضارتنا للمعاصرة مما أوشك أن يعود بها إلى عصور الجهل والظلام على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز لقد أصبح العنف المتبادل بين الشرق والغرب اليوم هو السمة البائسة التي تعزل حضارتنا المعاصرة عن باقي الحضارات الإنسانية التي عبرت على صفحات الأزمان والآباد وأرجو أن لا أذهب بعيدا لو تصورت أن حضارة إنسان القرن الواحد والعشرين لا تمثل إلا تراجعا حضاريا مخيبا للآمال إذا ما قرنت بحضارة القرن العشرين وأن القرن الماضي إذا كان قد حفل في منتصفه الأول بحربين عالميتين راح بسببهما أكثر من سبعين مليون ضحية إلا أن صناع الحروب والنافخين على نيرانها في ذلكم الوقت سرعان ما أدركوا فداحة الثمن وتفاهة البواعث التي لم تكن لتستحق قطرة واحدة مما أهدر من دماء في هذه الحروب ورغم أن بلدان العالم قد انقسمت في ذلكم القرن إلى معسكرين متنافرين أشد التنافر فكرا وفلسفة واقتصادا إلا أن الحرب الباردة التي كانت تضبط ميزان التعادل بين المعسكرين المتعاديين كانت حربا بلا دماء ولا أشلاء وربما توفر للأمم والشعوب في ظلال هذه الحرب الباردة المتوترة حينا والمتراخية حينا آخر ربما توفر كثير من الشعور بالأمن والاستقرار والإحساس بأن زمنا جديدا أظل الناس لا حرب فيه ولا موت ولا دمار وإن سيطر عليه قدر من الخوف المجهول يشتد أحيانا ويفتر في أكثر الأحايين ثم جاء سقوط المعسكر الشيوعي في نهاية القرن الماضي وتلاه انهيار الأنظمة السياسية الحاضنة للفلسفة الشيوعية نظاما وراء آخر وتوهمنا يوم ذاك أن أسباب الصراع بين الشرق والغرب قد آذنت بالغروب لأن العدو الذي كان يتحدى المعسكر الغربي وينازعه التوسع والانتشار والهيمنة على العالم ويتهدده بالتدمير والرعب النووي قد سقط إلى الأبد وكان من المنتظر بل من المأمول إنسانيا وأخلاقيا أن يبدأ عهد جديد تسود فيه علاقات التعاون والتكامل وتبادل المنافع والمصالح بين الدول الثرية والدول الفقيرة وتلاقح الثقافات والحضارات بين الغرب والشرق عهد يتحمل فيه كل من الغرب والولايات المتحدة مسؤوليتهما الحضارية ويدفعون ضريبة التفوق الحضاري والتقني بل وضريبة التفوق العرقي أو العنصري الذي آمن به الغرب دوال عهود الاستعمار واتكأ عليه في تبرير مهمته الاستعمارية في بلاد الشرق رغم ما لقيته هذه النظرية العنصرية من تهافتٍ وسقوطٍ على أيدي علماء الأجناس الغربيين أنفسهم على أن إيمان الدول الأوروبية بهذه المقولة يُحتِّم عليها أن تقود الأمم والشعوب الأدنى مرتبةً منها والمُحتاجة إلى شيءٍ مما أفاءه الله على هذه الدول من نعمة الغنى والثراء والتقدُّم التقني والعلم والفن والإنسان وهي نعمٌ كُبرى تستوجب مساعدة الشعوب المحرومة وهي شعوبٌ كانت لها أيادٍ حضاريةٌ بيضاء على نهضة الغرب وتقدُّمه في شتى مجالات حضارة اليوم وهذه العاصمة الأوروبية التليدة الخالدة التي نلتقي فيها اليوم تشهد على أن المسلمين كانوا في يومٍ ما رواداً للحضارة والعلم والفن ورسلاً للتنوير والتعليم والتثقيف ولدرجة أنه لولا تراث المسلمين ما كان لحضارة الغرب أن تستوي على سوقها كما استوت عليها اليوم نعم كان الظن أن تسير أمور العالم بعد الحرب الباردة في اتجاه السلم والتعاون والتعايش المشترك غير أن الأمر سرعان ما عاد إلى سيرته الأولى حين شاءت السياسة العالمية المندفعة بمنطق المال والقوة والسلاح أن تستبدل بالحرب الباردة حرباً جديدة ومعسكراً جديداً أيضاً هو معسكر بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين وليتها كانت حرباً باردة كسابقتها إذن لهان الأمر وأمكن احتماله لكنها كانت حرباً من جيلٍ جديدٍ من الحروب فيه يقتل الضحية نفسه بنفسه وبماله وعلى أرضه وكالةً عن أنظمةٍ قابعةٍ وراء البحار من سماسرة الحروب وتجار الأسلحة وكان لابد والأمر كذلك من تسويق صورةٍ مشوهةٍ عن الإسلام كدينٍ يحتضن الإرهاب وينشر دعوته بالقتل وسفك الدماء وقطع الرؤوس بسم الله وليس من همنا الآن أن نبحث في هذه الكلمة المجزة عن ظاهرة الإرهاب وأسبابها ومن المسؤول الأول عنها ومن الذي يمولها ومن أين لتنظيمها بهذه القوة المرعبة والقدرة على التنقل بجيشٍ وعتادٍ وأسلحةٍ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في قارتي آسيا وأفريقيا دون أن تقف في وجهه حدود الدول وحواجزها غير أن أمانة الكلمة تقتضي التذكير ببعض الحقائق التي لا بد من ذكرها في هذا المقام وهي أن المسلمين هم ضحايا هذا الإرهاب وهم الذين يدفعون ثمنه من دمائهم أضعاف ما يدفعه غيرهم مئات المرات وهم المستهدفون من أسلحته ونيرانه وضرب اقتصادهم وتدمير طاقاتهم وإبقاؤهم في حالة اللا حياة واللا موت كلها أهدافٌ مبيتة ومدروسةٌ بعنايةٍ فائقة واسمحوا لي أيها السادة الحكماء والعلماء والحضور الكريم إن كنت قد أسهبت في عرض أمرٍ معلومٍ ومعروفٍ لدى حضراتكم ولدى كثيرين في الشرق والغرب فقد قصدت من وراء ذلك التأكيد على أن اجتماعنا اليوم ومن قبله اجتماعاتٌ أخرى شبيهة ليست طرفًا بل هي ضرورةٌ يمليها البحث عن حلٍ لهذه الأزمة التي بدأت تتمدد كالسرطان الخبيث في كل مكان والتي تبحث عن حلٍ منذ أمدٍ بعيدٍ دون جدوى ويسرني أن أؤكد أمام حضراتكم استعداد الأزهر الشريف لتقديم كل ما يملك من خبرةٍ من أجل تعاونٍ غير محدود لنشر فكرة السلام العالمي وترسيخ قيم التعايش المشترك وثقافة حوار الحضارات والمذاهب والأديان وفي اعتقادي أن المشكلة اليوم تكمن في أن العلاقة بين التقدُّم العلمي الذي هو عنوان الحضارة الغربية الحديثة بعدما بدت علاقةً عكسيةً في عصر التنوير انقلبت رأسًا على عقب إلى علاقةٍ ضرديةٍ في عصرنا الحاضر فقد بشرنا فلاسفة التنوير بأن تقدُّم الحضارة واتساعها كفيلٌ بالقضاء على الحروب قضاءً مبرمًا وبمعنى آخر إن السلام العالمي سوف يسير في ركاب التحضر رأسًا برأس وقدمًا بقدم حتى قال الفيلسوف الفرنسي كوندرسيه أشهر دعاة الإصلاح التربوي عام 1787 جملته الشهيرة التي تقول بقدر ما تتسع رقعة الحضارة على الأرض سوف نشهد زوال الحروب وكذلك زوال العبودية والبؤس ولم يكد يمرُّ على هذا الحلم الجميل قرنٌ واحد حتى استيقظ الناس على واقعٍ مرير انقلبت فيه العلاقة بين العلم والحرب إلى علاقةٍ ضردية تؤكد أنه كلما تقدم العلم ازدادت الحروب فتكًا وشراسًا وقد تقرَّرت هذه الحقيقة في الثقافة المصرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي سواءٌ في كتابات علماء الأزهر أو عقلاء الكتاب والأدباء والمفكرين وهو ما نجده اليوم في كتابات كثيرٍ من المفكرين الغربيين وأحدثها ما يقوله الفيلسوف البلغاري الفرنسي الذي رحل عن دنيانا هذا العام تودورف تيزفتان أن الثقافات بكل مكوناتها التقنية والفنية تنتشر بسرعةٍ متزايدةٍ في أرجاء الأرض وتعريفها شرائح كبيرة من سكان العالم ومع ذلك فإن الحروب لم تتوقف والبؤس لم يتراجع وحتى العبودية لم تلغى إلا من القوانين أما على مستوى الممارسة فإنها لا زالت باقية هذه العبارات التي انتهى إليها هذا الفيلسوف والتي تعكس عالمنا واقع عالمنا اليوم تحملني على القول إنه لا أمل في التعويل على التقدم الحضاري في ترويض الوحش الهائج المستكني في ضمير الإنسان المعاصر وبخاصةٍ بعدما حطم هذا التقدم كل مواريث القيم والأخلاق وتأديب الإنسان وتهذيبه وقتل فيه غريزة التدين التي هي نفسها غريزة الأخلاق والفضائل التي يقاوم بها الإنسان اقتراف الجرائم في حق نفسه وحق غيره وبعدما أزال الحدود بين الحرية كفضيلة والعبث والفوضى كرذائل مستنكرة وصرنا لا نعرف فرقاً بين سلوكٍ تمليه حقوق الإنسان في التعبير الحر الملتزم وسلوكٍ آخر فوضويٍّ عبثي يُحسب على مكانة الإنسان ككائنٍ أخلاقيٍ ملتزم وأيضاً بعدما أدار هذا التقدم ظهره للدين وتعاليمه واستبدل به حرياتٍ مطلقةً بلا سقف ولا حدود حتى رأينا من سلوكيات الإنسان المعاصر وتصرفاته ما كان مستحيلاً على ذوي الفطرة السوية أن يتخيلوه منذ عقودٍ قليلةٍ مضت والرأي عندي هو أن نركز حوارنا على طرح قضية الدين كطوقٍ للنجاح وأن تكون لهذه القضية أولويةٌ على قضايا أخرى يتوقع طرحها مثل العلمانية والعولمة وغيرها وأنا أعلم سلفًا أن موقع الدين ومكانته بين الشرق والغرب ليس متطابقًا إن لم يكن شديد الاختلاف وأن الفلسفات المادية والإلحادية قد تسخر من هذا الطرح وتهزأ به وتراه تخلفًا وعودةً إلى عصور الجهل والظلام ولكن من حق الشعوب التي تعاني من سياسات التسلُّط والهيمنة والتهجير القصري وسفك الدماء وسفك دماء الضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام من حق هؤلاء جميعًا أن يقولوا بملء أفواههم لا وأنا معهم هنا في قلب أوروبا أقول لا وألف لا بل من حقنا بل من حقنا أن نُطالب بتصحيح مصاري هذا التقدُّم العلمي وبنصيبنا وحقنا في السلام الذي حُرِمنا منه بينما تتمتَّع به الكلاب والقطط والحيوانات هنا وهناك وسوف يُقال إن العودة إلى الدين وتعاليمه تزيد الأمر سوءًا لأن اختلاف الأديان في العقائد والشرائع من أقوى بواعث الحروب بين المؤمنين بها وهل يمكن أن نتجاهل كمَّ الدماء التي سُفِكَت في الحروب بسبب صراع الأديان واقتتال المؤمنين بها وهل يمكن أن نتجاهل أن أوروبا لم تقضي على حروبها الداخلية إلا بعد أن عزلت الدين جانبًا عن حياة الناس فيما سُمِّي بالعلمانية هذه الاعتراضات التي يقتنع بها كثيرٌ من الشباب الآن غربًا وشرقًا أيضًا تبدو وجيهةً بادياً رأي لكنها قد لا تكون كذلك إذا ما نوقشت في ضوء قراءةٍ صحيحةٍ متعمِّقةٍ للدين تهدف لاكتشاف محوريته وأهميته القصوى من أجل حياةٍ سعيدةٍ في الدنيا والآخرة وجوابنا على هذا الاعتراض أن الأديان الإلهية الموحى بها من الله تعالى على أنبيائه ورسله لا يمكن أن تكون سببًا في شقاء الإنسان وكيف يُقال ذلك وهي ما نزلت إلا لهداية البشر إلى الخير والحق والصواب أما الحروب التي اشتعلت باسم الأديان فليس لها سببٌ في القديم والحديث أيضًا إلا سببًا واحدًا هو تسييس الدين وتوظيفه واستغلال رجاله في تحقيق المطامع والأغراض إن الأديان كلها قد اتفقت على تحريم دم الإنسان وصيانة حياته ويمكن أن تختلف الأديان في بعض التعاليم حسب ظروف الزمان والمكان لكنها أبداً لم تختلف في تحريم قتل الإنسان تحريمًا قاطعًا بعد أن ربطت مصدر التحريم بمرجعيتين مرجعية النص المقدس لا تقتل ومرجعية الضمير الأخلاقي ومركزيته في التمييز بين الخير والشر وقل نفس الشيء فيما يتعلق بمبدأ الواجب العام والمتعارف عليه بين الناس جميعًا وقد جعلت الأديان من الحكماء والعلماء والقدسين خبراء وعارفين وحراسًا على هذه الأجهزة الإلهية المغروزة في فطرة الإنسان وأهليتها للتوجيه في كل زمان ومكان وهنا يرتبط القرآن ارتباطًا جذريًا بالإنجيل وبالتوراة فيدعو نبي الإسلام إلى نفس ما دعا إليه عيسى وموسى ومن سبقهم من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعًا من الله أفضل الصلاة والسلام وعلى من يريد أن يقرأ قانونًا أخلاقيًا واحدًا مكتوبًا بمعنًا واحد ولغتين مختلفتين وفي أزمانٍ متباعدة فعليه أن يقرأ هذا القانون في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم وكل ما سيجده القارئ من فرق هو أنه بينما يرد في الكتاب المقدس مجموعًا في موضوعٍ واحد يجده في القرآن مفرقًا في مواضع عدة وأدق مثلٍ على ذلك الوصايا العشر في التوراه مقارنةً بهذا الكنز الأخلاقي النفيس والمنجم الإنساني السامي القدر والعالي الرفعة المسمى بموعظة الجبل أو ميقات جبل الطور بسيناء في الإنجيل وما ورد في ذلك من آياتٍ متفرقةٍ في القرآن في عهديه المكي والمدني وقد درست هذا الموضوع دراسةً هادئة وخرجت منه بعقيدةٍ غير قابلةٍ للاهتزاز وهي أن هذه الكتب الثلاثة وهي أن هذه الكتب الثلاثة لا يمكن أن يكون مصدرها إلا واحدًا وأن بينها ما يُشبه الأقوة العضوية في هداية الإنسان وحفظ حياته وإذن فليس في متون الأديان ولا نصوصها المقدسة ما يدعو إلى سفك دماء الناس وليس في سلوك الرسل والأنبياء ما يُفهم منه من قريبٍ أو بعيد أن سفك دم الآدمي حلال بل أزعم أن دماء الحيوانات في الشرائع الإلهية محرمة وأنها محوطةٌ بقوانين وأحكامٍ شرعية كلُّها رحمةٌ ورفقٌ بالحيوان ويضيق المقام أيها السادة لا رُحنا نوضَّح الفرق الشاسع البعيد بين حروبٍ بعثتها الأديان وحروبٍ بعثتها التجارة بالأديان في سوق هذه الحروب ولو كان الدين مسؤولًا عن عبث العابثين به لكانت حضارتنا اليوم مسؤولةً عن حربين عالميتين راح ضحيتها أو ضحيتهما كما قلنا خمسٌ وسبعون مليونًا من الأرواح البريئة ولكانت حضارتنا مسؤولةً اليوم عن كل أنهار الدماء التي تسيل في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها فهذه الدماء لا تسفكها الأديان وإنما يسفكها ظلمُ الإنسان لأخيه الإنسان وموتُ ضميره وتبلُّد إحساسه بآلام الآخرين وأحزانهم ومآسيهم وليس صحيحًا أن أوروبا تخلَّصت من الحرب حين أقصت الأديان من مراكز التوجيه في المجتمع والصحيح أنها تخلَّصت من الحروب حين قرَّرت ذلك بعدما ذاقت ويلات الحروب ومآسيها في القرن الماضي وقد حملت تُهمة قابلية الأديان لإشعال الحروب بسبب أن المؤمنين بكل دينٍ يزعمون أن دينهم يمتلك الحقيقة المطلقة وأن غيرهم على خطأ وعلى أصحاب الحقيقة المطلقة أن يرجعوهم إليها إما بالإقناع أو السيف أقول هذه التُهمة حملت كثيرًا من كبار اللاهوتيين على البحث عن حلٍ لما يبدو أنه معضلة الأديان في عالم اليوم وطرحت أسئلةً عدة في هذه القضية تراوحت بين ضرورة ادعاء امتلاك الحقيقة مع ضرورة إدخال الآخر فيها وبين تجاهل التناقضات بين الأديان بسبب صعوبة التمييز بين الحقيقة والضلال وبسبب خضوع الأديان لقانون التطور والتقلبات التاريخية وكأن الحقيقة في نظر هذا الفريق هي حقيقةٌ نسبيةٌ وليست مطلقة ورأيي الذي أستمده من فلسفة الإسلام في هذه القضية هو أن الإيمان الديني اعتقادٌ يجب أن يرقى إلى درجة العلم الذي لا يحتمل النقيض بحالٍ من الأحوال أي لا يقبل الشك ولا الظن ولا الوهم وهذا يتطلب بالضرورة أن تكون العقيدة حقيقةً مطلقة عند من يعتقدها وأن ما يناقضها لا ينطبق عليه هذا الوصف وفي تصوري أن هذا هو الأساس المتين لبنيان أي دينٍ من الأديان وإلا لو فتح باب النسبية في الدين وقبول الشك في معتقداته أو التسليم بأن ديناً غيره هو أيضاً يمتلك الحقيقة رغم التناقض بين الدينين في أساس الاعتقاد لو فتح هذا الباب أمام المؤمنين بالأديان لكان عليهم أن يختاروا بين أمرين إما الشك في دينهم وحينئذ لا ينطبق عليهم وصف المؤمنين بهذا الدين أو يقبلوا اجتماع الخطأ والصواب على فكرةٍ واحدة وهذا من المستحيلات التي لا يمكن تصورها فلابد والأمر كذلك من أن يعتقد كل مؤمنٍ بدينٍ بأنه يؤمن بالحقيقة المطلقة التي لا حقيقة سواها وهذا يستلزم الاعتراف بأن الإيمان بنسبية العقيدة الدينية في أي دينٍ من الأديان هو هدمٌ للدين أو وضعه بكل تعاليمه في مهب الريح أما النزاع المفترض في هذه الحالة بين المؤمنين المتصارعين حول الحقيقة الواحدة فإنه اعتراضٌ غير وارد لأمرين الأول أن النصوص الإلهية قاطعة في منع إكراه الآخر على قبول دينٍ لا يريده ويراه جريمةً تعادل جريمة قتل النفس بل تزيد عليها لأن محاولة نزع الاعتقاد عن المؤمن أقسى عليه من نزع روحه التي بين جنبه بل المؤمن بالله يجود بروحه وبنفسه رخيصةً من أجل الاستمساك بدينه وعقيدته والقرآن مليءٌ بالآيات التي تبين عبثية الإكراه على العقائد لأن العقائد ببساطة عملٌ قلبي ولا سلطان على القلوب كما هو معلوم وآيات الإنجيل في هذا الأمر واضحةٌ وضوح الشمس في وسط النهار الأمر الثاني إذا كان إكراه الآخر على اتباع دينٍ من الأديان هو ضربٌ من العبث ولا معقول فيجب والأمر كذلك احترام عقيدة الآخر والتسليم له بدينه بل يجب شرعاً على الدولة التي يعيش فيها هذا الآخر المختلف ديناً أن تمكنه هذه الدولة أي أن كانت من ممارسة شعائر دينه وأن توفر له دار العبادة التي يتعبد فيها وأن تلتزم بكل الضمانات التي تمكنه من ممارسة هذا الحق الذي لا يرى حقًا سواه وخلاصة القول إنه لا يتم إيمانٌ بدينٍ إلا بالاعتقاد الجازم بأنه الحقيقة التي لا حقيقة غيرها وأن واجب المؤمن تجاه الأديان الأخرى التي يعتقد أنها لا تحظى بما حظي به دينه من تفرُّد بالحقيقة واجبه هو احترام الأديان الأخرى واحترام المؤمنين بها احتراماً لا يقل عن احترامه هو نفسه لدينه وفرقٌ هائلٌ بين الاحترام الكامل لدين الآخر وبين الاعتراف والإيمان بدين الآخر وفي هذه النقطة وفرقٌ هائلٌ بين الاحترام الكامل لدين الآخر وبين الاعتراف والإيمان بدين الآخر وفي هذه النقطة تحديداً زلَّت أقدام المتشددين والمتطرِّفين ونبعت دعوات تكفير الآخر وإرهابه وقتله اعتذروا عن الإطالة وأشكر لكم صبركم على كلماتي الطويلة وربما المعقدة أيضاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً 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 للشكراً آهاني عند大家 questa relazione così interessante, importante. Lei diceva, e noi la prendiamo in parola, sono anni che viviamo di questi dialoghi, di incontri tra le religioni, che questi non sono un lusso ma una necessità.